ووسط حديث عن الهدنة يترقب الغزيون وقف الحرب قبيل شهر رمضان مرسلنا غازي العلول استطلع أراء الغزيين وعاد بهذا التقرير يترقب سكان قطاع غزة سير عمليات التفاوض في القاهرة بعد تمديدها ليومين إضافيين آخر ما سرب من الأروقة السياسية والغرف المغلقة هو أن حماس أبدت الكثير من المرونة في قضية التبادل لكنها تصر على شرط الانسحاب وعودة النازحين بنقول يا رب قبل رمضان تخلص الأمور لأن الناس خلص تأبث حتى لو عند قريبك حتى لو عند هذا الوضع صعب على الكل ومشي الكل معه فيه معه وفيه ما معهوش اللي معه الحمد لله واللي ما معهوش يعني بيقولوا فيه بتدخل مساعدات وبتدخل مساعدات فيه ناس بتشوف إيش وفيه ناس ما بتشوف إيش إيش واللي بتشوف إيش إيش ووضعه صعب جدا 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 الفلسطينيون ككل يتخوفون من دخول شهر رمضان مع استمرار الحرب وبقائهم في مراكز الإيواء والنزوح رمضان تحديدا الخصوصية خاصة عند كل الناس له تقوص خاصة اليوم انت في الشي بهجة رمضان انت بتستنى في رمضان في الشي له بهجة قبل أربع خمس سيئة من رمضان الناس بتبدأ تشتغل الشوارع بتنتلزينا بتعمل حاجة للناس اليوم في الشي لا موضوع التهديئة ضروري مش تهديئة المفروض خلصنا بك في يعني ويبقى نجاح المفاوضات من عدمها مسألة ترتبط بها ارتباطا وثيقا قضية اجتياح رفح بريا وهو امر قد يزيد من حجم معاناة الفلسطينيين وكذلك عداد الشهداء والمصابين مع انقضاء الوقت واقتراب شهر رمضان من الدخول تزداد المخاوف لدى الفلسطينيين في غزة من ان تستمر الحرب خلال ايام هذا الشهر الفضيل غزة العلول رفح رؤيا